تستمر عمليات النزوح من لبنان إلى مناطق شمال غربي سوريا حيث يواجه العائدون مشقات في الدخول عبر معبر عون الدادات وقالة المساعدات وأماكن الإيواء في حين تحاول منظمات المجتمع المدني بذل الجهود في مساعدة العائدين وتأمين أساسيات العيش لهم خمسة أيام ثقيلة مرت على عبدالقادر وعائلته وكأن الزمن توقف عند اللحظة التي قرر فيها الفرار من ضحية بيروت الجنوبية من معبر العريضة نحو حلب ثم إلى مناطق تسيطر عليها قوة سوريا الديمقراطية شق عبدالقادر طريقه المليئ بالمخاطر والموت لم يكن مجرد احتمال بل كان ظلا ثقيلا يرافق كل خطوة مع كل ميلا يقطعونه كان الخوف يتضاعف ويعشعش في القلوب نزمنا هزيمة بغراضنا بس بالتياب ما أخذنا شيء معنا نهائيا أبدا ونزمنا من الجنوب من أنصار على صيدا وضرنا بعض صيدا بركنا بصيدا شيء نهار وبعض صيدا طلعنا على بر الياس وببر الياس بركتلي هناك شيء أسبوع ببر الياس بعد أسبوع جيت لهنا على سوريا بصلنا على المهرب جابني وأنا بجي على الحواجز من الحواجز حبسونا شيء خمس ستة يعني كان في صعوبة غبر ووسخ ونوم على الأرض وهيك نتعذبنا كتير كتير يعني يعني لا نوم ولا أكل ولا شرب ولا شيء مع تزايد أعداد النازحين من لبنان إلى الشمال السوري حيث عبر نحو 1700 شخص من معبر عون الدادات معظمهم من النساء والأطفال والمسنين تبدو الحياة في الشمال السوري أصعب مما كانوا يتصورون للأسف يعني كانت هناك الكثير من المعويقات التي مر بها النازحون وخصوصا على معبر العون تواصلنا نحن كجهات إنسانية مع الجهات الحكومية في الحكومة المؤقتة ومع أكثر من جهة من أجل تسهيل عبورها متقديم يعني المساعدات اللازمة لهم بلغت يعني حتى السبع الشهر الجاري بلغت عداد النازحين حوالي 4350 نسمة بينهم يعني جلهم طبعا من النساء والأطفال منذ تموز الماضي عدى 1867 شخصا إلى مناطق المعارضة في شمال غرب سوريا ومع تصاعد القصف الإسرائيلي لا يزال العدد في ارتفع لكن السؤال الذي يبقى من دون إجابة هل تكون هذه العودة نهاية رحلة اللجوء أم مجرد استراحة قصيرة من معاناة لا تنتهي في الشمال السوري حيث تتشابك الخطوط وتتفاقم الصراعات لا يبدو أن هناك مكانا يمكن وصفه بالآمن العودة هنا ليست إلى وطن مستقر بل إلى واقع يزداد صعوبة الفقر والجوع وشح الموارد هي التحديات اليومية التي تواجه العائدين كل ما تبقى لهم الآن هو مواجهة حقيقية جديدة من الانتظار المستمر في ظل غياب أي حلول حقيقية لأزمة ممتدة في أرض لا تزال تمزقها الحروب أحمد أمين تلفزيون سوريا إدلب وللنقاش ينضم إلينا عبد الرزاق عوض مدير منظمة سيريا ريليف في شمال غربي سوريا من إدلب بالتحديد أهلا بك معنا سيد عبد الرزاق نتحدث عن الذين عادوا من لبنان إلى شمال غربي سوريا وبدأت المشاكل تواجههم من المعبر حدثنا عن أبرز المشاكل في المعابر اليوم مساء الخير أنسة كاترين لك والمشاهدي الكرام في تقيقة نعم بدأت معاناة أهلنا الوافدين من لبنان تتفاقم خصوصا منذ القصف والخروج من لبنان إلى المعابر إلى الطريق الطويل والشاق الذي مروا به أيضا وصولا إلى المعابر مع مناطق شمال غربي سوريا للأسف كان الكثير من المعوقات التي مروا بها في المعابر الخاصة بالطرف الكردي بالتحديد يعني مروا بساعات طويلة وأيام منهم من نام خمسة أيام على الطريق على المعبر ومنهم من جوا بها بكثير من التحديات أثناء الدخول لكن المناشدات الإنسانية للقائمين على معبر العون من الفصائل المسيطرة من الجيش الوطني في شمال غربي سوريا بعد المناشدات من قبل المنظمات الإنسانية وأصحاب والمعنيين للأمانة أظهروا تعاون غير مسبوق في تسهيل حركة أهلنا الوافدين عبر المعبر وقامت العديد من المنظمات باستقبالهم وإيصالهم إلى أماكن التي يريدون الذهاب إليها طيب بعد وصولهم أستاذ عبد الرزاق ودخلوا إلى شمال غربي سوريا إلى أين وصلوا وأين توزعوا؟ إلا ما ننقسم إلى قسمين طبعا منهم من عاد إلى منزله أو منزل عائلته أو منزل قريب له وهذا ما نسميه بالنزوح الداخلي أصبح نازح في إما عند أسرته أو من يلوذ به من أقربائه هؤلاء بلغ عدلهم 668 أسرة بالتحديد هذا التحديد حتى تاريخ عمل التقرير بالإضافة إلى نزوح غالبا من المناطق الذين ذهبت مناطقهم مناطق التي نزح منها الناس في المنطقة فنزحوا إلى مخيمات هؤلاء عددهم حوالي 2500 نسمة سكنوا في مخيمات بالإضافة لإكتظاظ فأضافوا الكثير من المعاناة إلى المعاناة الموجودة أصلا في هذه المخيمات فللأمانة انقسموا إلى قسمين قسم فينا نسميهم نزوح داخلي عند عوائلهم أو من يلوذ بهم في مناطق متفرقة من المنطقة من شمال سوريا توزعوا تقريبا على كل مناطق ومنهم من توزع من لجأ إلى المخيمات أيضا عند أقاربه أو قمنا مع العديد من المنظمات بإنشاء بعض المنظمات إنشأت مركز إيواء خصيصا لهؤلاء النازحين لأن حسب الأخبار التي ترد إلينا بأن ضعف هذا العدد ممكن أن يكون قد يصل في خلال أيام المقبلة نتحدث أكثر عن الذين متواجدين في المخيمات اليوم حدثت عن رقم كبير نسبيا يعني 2500 شخص وصلوا إلى مخيمات وذكرت أن بالتعاون مع باقي المنظمات قمتم بإنشاء مخيم أو لهم منطقة خاصة حدثنا عنها أكثر من المسؤول عنهم؟ الخيم هل تتوفر؟ ما أهم الاحتياجات لديهم اليوم؟ الأمانة هناك تنسيق بيننا كمنظمات وبين المجالس المحلية في المناطق وفي مناطق المخيمات التي لجأ إليها هؤلاء النازحون ونحاول قدر الإمكان طبعا بين كونسين للأسف الموارد محدودة جدا لم يصلنا أي دعم خاص بأهلنا الوافدين من لبنان أبدا نحن أيضا بالإضافة إلى نتحدث عن شح كبير في الموارد ونتصرف وفق الإمكان لذلك نحن مضطرين إلى التنسيق فيما بيننا كمنظمات عاملة في المنطقة من أجل يعانة هؤلاء الوافدين وتقديم كل ما يلزم لهم وبين قوسين كل ما يلزم يعني الحاجات الأساسية فقط فهذا ما نعمل عليه المركز اللواء المؤقت للأمانة أنشئ حديثا يعني لم يصل إليه أي عدد من العوائل لكن أنشأه زملائنا في فريق الاستجابة للوافدين الجدد الذين سمعنا أنهم على الطرقات يعني أنهم يعني خلينا نقول على طريق النزوح من لبنان طيب ما هي أوضاع الذين وصلوا أهم الاحتياجات ماذا عن الأطفال هل هناك أحصائية حول أعداد الأطفال التي وصلت والنساء أيضا يمكن أن نتحدث عن 60% من الرقم الذي وصل هم من النساء والأطفال الأطفال للأمانة يعني ما شاهدناه بعيننا حالتهم كانت خصوصا بعد دخولهم من المعبر كانت الحالة مأساوية جدا خمسة أو ليس خمسة أيام خمسة أيام يعني أكثر من عشرة أيام من لبنان إلى أن وصلوا إلينا يعني لك أن تتخيل طفل يعني ضعيف البنية يتحمل عن ما يتجاوز عشرة أيام من السفر ومن الطرقات والأجواء المتقلبة في فط الخريف يعني للأمانة كانت أوضاعهم يعني بعضهم كان محتاج إلى المشفى فتم إيصاله إلى مشفى مباشرة بعضهم احتاج إلى قسم العناية المركزة بعضهم يعني قد خسر أغلب أمتعته على الطريق فهم بحاجة كانوا إلى أمتعة كاملة يعني عدة أمتعة كاملة أيضا الغذاء والماء يعني أغلب من وصلوا والأمانة يعني أنتم تعرفون أن أغلب أهلنا الذين كانوا في لبنان كانوا ممن يعملون في مهن بسيطة يعني ليس أصلا لديهم في ظل أيضا كان الوضع الاقتصادي في لبنان ليس لديهم أصلا مدخرات اقتصادية فوصلوا إلى هنا وهم معدمي الحال يعني كل الحاجات الأساسية مطلوب تقديمها لهم في ظل كما ذكت لك سابقا شح الموارد الذي نعاني منه في المنطقة منذ بداية العام 2024 وبالإضافة أيضا اليوم شهدت إدلب وبالقرب من مخيمات النازحين قرب من مخيم كفرجالس قصف الطائرات لا تكاد تفارق من منطقة هناك قصف مركز بالقرب من مخيمات النازحين يعني معاناة فوق المعاناة فوق المعاناة كما ذكر التقرير يعني قصص للأمانة معقدة ومتشابكة نحاول قدر الإمكان أن نحلها وأن نعمل ما نستطيع وفق الإمكانيات المتوفرة لسد حاجاتهم أستاذ عبد الرزق كيف يتم التنسيق بينكم وبين باقي المنظمات بحيث تسيير أمور من يصل إلى شمال غربي سوريا بالطبع نحن يعني يوجد بين الكثيم غرف التنسيق وخصوصا على الواتس أب يعني هناك تنسيق مباشر وخطوط اتصال ساخن بيننا وبين زملائنا في المنظمات الأخرى يعني من نراه قد قام بتأدية حاجة معينة مثل مثلا تقديم ربطات الخبز لأهلنا في الوافدين الجدد في المخيمات نقوم نحن على تأمين حاجة أخرى من قام بتأمين مثلا عدة النظافة نقوم يقوم الفريق الآخر بتأمين بحيث يكون هناك تكامل في عملية الاستجابة وتكامل في تقطيط الحاجات الأساسية التي يحتاجها أهلنا طيب مع هذا النقص الذي أصلا بالأساس تعاني منه المنظمات في شمال غربي سوريا هل من المتوقع وصول مزيد من المساعدات؟ إلى الآن يعني البارحة كان النائب المنسق الأقليمي سيد ديفيد كان موجود في منطقة إدلب بالتحديد في المخيمات التي وصل إليها نازحون لبنان وشهد بأم عيونها القصف الذي حصل بالقرب منهم لم يصلنا بعدها أي تحديث حول أي مساعدات جديدة يمكن أن تصل خلال أيام قليلة القادمة كل ما يمكن أن يتحدث به وفد الأمم المتحدة في كل زيارة يقوم بها أننا نعمل على المناصرة وعلى القنوات الإعلامية وعلى إيصال المعاناة الموجودة في منطقة شمال سوريا لسيادة الأمين العام ولوكالة أوتشا من أجل تقديم ما يلزم من الدعم لكن دون أي جدوة ودون أي تحديث في الدعم الذي يصل إلى هذه المنطقة سواء نتكلم اليوم عن استجابة طارية وبالعادة في وقت الاستجابة الطارية تكون المساعدات على المعبر جاهزة على معبر باب الهوى تدخل لكن إلى الآن لم نلاحظ دخول أي شيء خاص لا بأهلنا في لبنان ولا بظل الوضع الأمني المتدهور في المنطقة بسبب قصف طائرات النظام إذن كيف من الممكن أن تتدبروا الأمور وخاصة أنك تحدثت أنه من المتوقع ضعف هذه الأرقام أن تدخل إلى المنطقة قريبا كما أخبرتك سابقا نعمل وفق إمكانيات بسيطة جدا نلجأ إلى التكامل والتنسيق فيما بيننا كمنظمات عاملة في المنطقة الثلاثة مهم جدا أن نبقى نركز على موضوع المناصرة وموضوع إيصال صوت هؤلاء النازحين ومعاناتهم حتى نستطيع أن نحصل ما يمكن تحصيله يعني اليوم نحن عنا لأم المتحدة متوجهة للبنان لكن اليوم للأمانة هناك وضع كارثي يعني أنت تضيف كارثي مسبقا فأضيف إليه وضع آخر فليوم تعقيد فوق تعقيد فضروري أن نركز على حملات المناصرة وعلى إيصال صوت هؤلاء أهلين النازحين وأنتم أيضا جزء أساسي من هذه العملية شكرا جزيلا لك عبد الرزاق عوض مدير منظمة سيريا ريليف من شمال غربي سوريا في إدلم شكرا لكم مع بداية التصعيد الإسرائيلي في لبنان ظهر النظام مرحبا بقدوم اللبنانيين لكنه لم يكترث للسوريين العائدين معهم لا بل وجد في عودتهم فرصة لتصفية الحسابات السياسية وملاحقتهم أمنيا شهادات من دمشق تكشف سوء المعاملة التي تعرض لها سوريون عائدون من لبنان ناهيك عن الإجراءات الأمنية التي يفرضها النظام على العائدين عبر المعابر ومطالبتهم بمراجعة الفروع الأمنية وتغييب مصيرهم فور عودتهم طبعاً نحن ضلينا في بيتنا أول شيء في البناني اللي كنا عايشين فيها وكان في مراكز إيواء بس بكثر الأعداد الكبيرة اللي كانت موجودة هناك ما حسنا أبداً أننا ننزل عليها حتى أن صار الاستهداف الأكثر على أماكن العالم المنتجة أفية طبعاً الشيء اللي شفناه صعب ينوصف الدمار، البنات المهدمة، جثت الأطفال، النساء، الشيوف كلها في الأراضي طبعاً كان فيه فرق كثير بينه وبين إخواتنا لبنانية استقبلوا أن هنا أحلى استقبال وأمروا للمراكز أمروا لن سيارات هلال أمروا لن سيارات توصلة للعقل في سوريا طبعاً نحن كثير عانين على الحدود سألونا منين رايحين، منين جايين أسوأ معاملي، ألفاظ بديئة طبعاً وطلبوا من زوجي يراجع الفرع الفلاني نحن كثير تفاجأنا ونصدمنا أن زوجي من أساس طالع من الزمان نحن يرجع الفرع الفلاني طبعاً مو بس هو كل الشباب وكل الزلم الجاي من لبنان ونصلاً تقريباً أو كل ما قدروا أبداً يفوتوا على سوريا ورجعوا وفاتوا على قلب لبنان وتفاجأنا كمان وتوصلنا على قلب سوريا خلاص وصلنا في قلب سوريا أن الشباب السوريين كلهم عايش في الحدائق ونحوشين في الحدائق ما في مراكز إيواء بالنسبة لها مقارنة مع أخواتنا اللبنانيين أمنوا لنا فتحوا لنا الفنادق فتحوا لنا مراكز إيواء حتى في سوريا فتحوا لنا بيوتن المعبر سيء جداً 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 تخبيص في الحكي كانوا يتحبوا ابني أنا ابني وحيد يعني أنا ابني وحيد معي وراء نظامية يا حرام يأخذوا الشباب انت رجع الفرع الفلاني انت رجع الفرع هذا انت روح لهورني وأحياناً يأخذوا الموجوداً يعني طيب نحن هرباني من الموت في معقول هيك نتعامل ونجعين على بلدنا يعني مو إنا لأيحين على أي بلد غريبي نحنا جعين على بلدنا على وطننا معقول هيك صير فينا ما بعرف ليش كان ما تصدفهم أنا وهي الشباب يا حرام وين دا تروح وين دا تروح يعني كل مسحبوا يأخذوا على الفرع الفلاني على الفرع العلاني أنا يعني الحمد لله وراء ابني موجودي وهو وحيد حتى حسنت ودفعت مصاري يعني دفعت وقمت وحطيت حتى حسنت أمن ابني أفوته ترجمة نانسي قنقر